اشتركوا في القناة وفادي وشادي وذات يوم توفيت النعجة الام فحزن عليها ابناؤها الثلاث حزنا شديدا اجتمعت الخراف الثلاثة وجلسوا يفكرون في حالهم بعد وفاة امهم قال هادي انا الان اصبحت كبيرا ولست بحاجة اليكم يا اخوتي سأبني بيتا وعيش في الوحدي بحرية ورد عليه فادي قائلا كلامك صحيح يا اخي لقد كبرنا ونستطيع العيش وحدنا والاعتماد على انفسنا وانا ايضا سأبني بيتا لوحدي وعيش فيه اما شادي فكان له رأي اخر فقال لهم لا يا اخوتي من الافضل لنا انبقى سويا ونعيش في بيت واحد فلو تفرقنا لاصبحنا دعفاء وسنكون فريسا سهلا للذئاب والحيوانات المفترسة ارجوكم يا اخوتي لا ترحلوا وتتركوني لم يهتم هادي وفادي لكلام شادي بل بالعكس ضحكوا عليه وقالوا له ماذا تستكبر يا شادي اما هلت صغيرا اتخاف العيش وحدك في صباح اليوم التالي قام فادي بجامع كمية من الحطب وبنى بها بيتا وبعد ان انتهى من بنائه وقف ينظر اليه ويقول ياه ما اجملك يا بيتي الجديد سعيش فيك واحد اخيرا اصبحت حر وفي نفس الوقت كان هناك ذئبا جائعا يتجول في الغابة بحثا عن الطعام وبينما هو يتجول رأى فادي وقفا امام بيته المصنوع من القش فاسرع يختبئ وراء الشجر وقال نفسه بصوت منخفض ممم طعام شهي ساستوض هذا الخروف وتناوله على العشاء يه هه هه ثم سمع فادي وهو يقول عندما يرى اخواتي منزل الجديد سيعجبهم وسيعرفون كم انا قوي فعلي منزب انا للخروف فادي اخوة اخرين فقال في نفسه هذا رائع هناك المزيد من الخراف سأصطادهم جميعا وسأستمتع بأكلهم فأنا جائع جدا أسرع الزيب يبحث في الغابة عن إخوة فادي وبالفعل سرعان ما وجدت هادي واقفا أمام بيته الجديد الذي صنعه من الخشب فأسرع واختبأ خلف شجرة الكبيرة حتى لا يراه هادي وبينما هو مختبئ سمع هادي يقول آه بيت يا جديد الرائع لقد تعبت كثيرا حتى صنعتك سأعيش فيك وحدي ولن يجعجني أحد من إخوتي بعد اليوم وهنا تأكد الزيب أن الخرافة الثلاثة سيكون فريسة سهلة وسيصطادهم بكل سهولة وبينما هو مختبئ يراقب هادي سمع صوت تطوب وحجارة ترص فأسرع لتفقد الأمر وعندما وصل إلى مصدر الصوت وجد خروفا يحمل الطوب وينقل الإسمنت يو يبني بيتا قويا متينا جدا من الطوب والإسمنت ولكن الزيب لم يهتم لما يفعله شادي بل كاد يطير من الفرحة لأنه علم مكان الخرافة الثلاثة وضمن أنه سيصطادهم جميعا ويأكلهم في صباح اليوم التالي استيقظ الزيب باكرا وهو نشيط وفرح وأحضر كيسا كبيرا من القماش حتى يضع فيه الخراف التي سيصطادها وخرج مسرعا من بيته لينفذ الخطة التي وضعها لاستياد الخراف وصل الزيب إلى بيت فادي ووقف أمام المنزل وجلس ينادي ويقول يا فادي يا فادي فرد عليه من خلف الباب من ينادي فرد عليه الزيب قائلا أنا صديقك الزيب هيا أخرج لنلعب سويا فالجو رائع والسماء صافية والشمس صاطعة نظر فادي من نافذة بيته فرأى ذئبا قويا كبيرا شكله مرعب جدا فخاف فادي جدا وقال له اذهب من هنا أيها ذئب الشرير فأنا لن أخرج من بيتي أبدا وأنت لن تستطيع إخراجي منه فبيتي القوي يحميني منك ومن شرك فضحك وقال له لنرى إن كان كلامك صحيح فأخذ نفسا قويا ونفخ نفخة شديدة جعلت فادي وبيته يطير ويتكسر وظل فادي يصرخ ويقول النجدة النجدة ساعدوني أين أنتم يا إخوتي آه وبعد أن توقف الزيب عن النفخ قفز فادي مسرعا وظل يجري ويجري حتى وصل إلى بيت هادي وكان هادي حينها وقفا أمام بيته فأسرع إليه فادي وأخبره بما حدث وأسرعه بالدخول إلى منزل هادي قبل أن يأتي الزيب مرة أخرى وبالفعل سرعانا ما وصل الزيب إلى بيت هادي ووقف أمامه وظل ينادي ويقول يا فادي يا هادي هيا يا أصحابي نلاعب ونمرح سويا هيا خرجوا فرد عليه هادي بصوت مرتعد ارحل من هنا أيها الزيب الشرير فنحن أن نخرج لك ولن نفتح الباب لك أخذ الزيب نفسا عميقا ونفخ في البيت فطار كل الخشب المصنوع منه البيت ووجد الخروفين فادي وهادي أنفسهم أمام الزيب فأخذ أي جريان اليهربان إلى بيت أخيهم الثالث شادي صاحب البيت المصنوع من الطوبة الإسمنت وصل الخروفان هادي وفادي عند بيت أخيهم الثالث شادي فأخبراه أنه هناك زيب جائع يجري خلفهم ويريد أن يأكلهم فقال لهم لا تخافا نحن في آمان تام فهذا البيت مصنوع من الطوبة الإسمنت ولن يستطيع الزيب الوصول إلينا كان الزيب يجري خلفهم وهم يدخلون البيت المصنوع من الطوبة الإسمنت فذهب خلفهم ونادى هادي فادي شادي افتحوا لي الباب سأل الخروف شادي من الباب فقال له الزئب أنا صديق لكم جئت لزياراتكم لنلعب سويا في الشمس الصاطعة والجو جميل جدا نظر الخروف شادي من نفس البيت فرأى الزئب القوية الكبير الشرير فقال له لن أفتح لك الباب يا زئب الشرير فقال الزئب في غضب هل ستفتح الباب أن أنفخ وأطير البيت فقال الخروف شادي بكل سقة ها افعل إن استطعت أخذ الزئب نفسا عميقا وأخذ ينفخ وينفخ في البيت فلم يحدث له أي شيء ورجع الزئب مرة بعد أخرى يأخذ نفسا عميقا وينفخ في البيت ولا يحدث لبيت شيء حتى تعب الزئب واستسلم ثم رحل الزئب ولم يعد مرة أخرى الدرس الذي تعلمناه من القصة يا أصدقائي أن إتقان العمل في أي شيء سيعد عليك بالكثير من السمار وتوتا توتا خلصنا الحدود وكده تكون خلصت حدودتنا يا أصحابي تنسوش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ونشوف كل مرة مع حواديد دي ده مع السلامة ترجمة نانسي قنقر